موسيقى عندما يكون الأدب السلاح الأمضى ويكون الأديب رفيق السلاح يصبح لمذكرات النضال طعم آخر في هذه المكتبة التي يصفها بمغارة الوحدة سنتعرف إلى الشخصية المحورية في أدب المقاومة حميد داود أبادي وأنا في عمر 16 عاما شهدت أصعب عمليات الدفاع المقدس وتبعت حرب إسرائيل على لبنان ودخلت إلى المواقع العسكرية القريبة من العدو فوثقت بالصورة والكتب عمليات المقاومين هذا ما يسمى أدب المقاومة المقاومة الإسلامية في لبنان كانت شعبية من شعة وسنة ومسيحيين وإسرائيل لم تكن تميز بينهم كانت ترتكب المجازر فقط لذلك على كل اللبنانيين والجيل الجديد أن يعرفوا طرق محاربة إسرائيل ولماذا علينا محاربتها على كل مقاوم أن يحمل كاميرا كي لا تكذب إسرائيل عمليات المقاومين وتخفي عدد قتلها كاميرا المقاومين كانت أهم من صاروخ الكاتيوشا بالنسبة إلى إسرائيل هذا أهم كتاب كتبته عن لبنان نحو سبع ساعات التقيت بالسيد حسن نصر الله يتضمن الكتاب ذكريات السيد والكثير من الحكايات الخاصة به أصف السيد بالكتاب كما كان يصفه الإيرانيون واللبنانيون عام 83 بالخامناء الشاب حمل المقاومة أمانة بنزهة وخلد ذكر المقاومين وحفظ ود الرفاق فخط في كتبه ذكر الأصحاب فكان لكل المقاومين والشهداء حضرهم في كتاباته بسانت الراف طهران الميادين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر